السلام عليكم كثيرين لابس عليكم نتمنى الله كلكم تكونوا باخير والاخير ان شاء الله في صحة جيدة أنا جيت نحضر معكم واحد العجين اللي هو رائع بزف غندير منو غريسات وغندير منو هكا مقليات غيجيو زوينين وليتاد بزف المقادر اللي غنحتاج هما هادو كاس الحليب كاس كاس الماء دافي خمارة دي الخمية الخبز جوش البيضات هنحضر معكم العجين دابا ولكيرا كيجيو لداد 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 بزف العجين كيخرج ماشي ما كيخرج المقليات خرجت يعني واحد للنسبة اللي رائعة وطنعشرة حباء ديال القرص يعني خرج واحد القوام اللي يزوين عندي هنا جوش البيضات بيض وبيضة ضيفتهم في العجين وصفر خليته على الجانب باش نزين كاس المدافي كاس الحليب دافي وبيضة وبيضة غنخلطهم حتى يتخلط لي الخالط مزيان غنضيف عليهم الخميرة اللي عندي ديال الخبز خميرة فورية نحركها بزيان حتى الدوب للخميرة نضيف مع القضية السكار كبيرة نضيف الملحة على حساب الدوق كله واحد نضيف مع القضية سمحوا لي عفوا نخلط الخالط ديالي مزيان حتى الدوب الخميرة ويدوب السكار والملحة سمحوا لي حتى أخفز حتى يتخمرمن الى ذاك الخميرة نضيف مع القضية زيز زيز نغطيها دبق ونخليها على جانب خمسة دقائق من بعد خمسة دقائق أعطتنا هاتشكيل دبق ندير الفورس على حساب الخالط عندي هنا واحد المعين القالي الزجناء النافع وحبت حلاوة النافع وحبت حلاوة الفورس أنا مغرب لها هم موجودة هنا النافع وحبت حلاوة ندير الفورس على حساب الخالط نجمع العجين وأرجع معكم إن شاء الله من بعد جمعة العجين درتها ما هي قاسها ما هي طبا بحل شكل العجين ديال المسمن دلقتها شوية جمعة العجين ديالي أعطاني هاتشكيل دهنته بشوية زيت وغنغطيه ونخليه واحد الساعة ديال المقانا هات الساعة ديال المقانا غنبشين تبنتي للكاراتي وغنرجع إن شاء الله نجي نلقاها يا فاتة القياس يا نفس القياس المهم أنا غنبشي ونجي واحد الساعة إن شاء الله المهم إحنا بشينا وجينا داس ساعة ديال المقانا عجينة ديالي ما شاء الله الخمرات اللي هي هكا أعطاني هاتشكيل ديال بعجين المهم أنا نخرج من الهوة ديال الخميرة دابا باش ما تقشد ذلك الهوة الداخل وغنقطعها قطعات الشكل اللي بغيتس غنعمر الطاوة اللي غدخل الفران المهم أنا الطاوة غتزدي 12 حبة ديال القرص غنضير قطعات الشكل اللي بغيت درت 12 قطعه بقليه هاتش شوية العجين وهو اللي غندير في المقليات المهم أنا غندهن هنا بسفرط البيضاء ووجوش معلقة ديال الحليب وغندهن الغريسات ديالي غندهن محكا كلهم دابا غندردر عنهم شوية زجلان اللي بغا يدير زجلان اللي بغا يدير السانوش اللي بغا يخلطهم ماشي مشكل تاني مخلطين زوينين المهم أنا الفرر ما سخنتوش غنشعلو وغنر ميديا ريكت باش محطو يسخن ووهما يخمرو حيث معا خالمش يخمرو دابا حيث نتخمرو ليف اللون بزاف اش ما تعطيش فيما لحت خميرة المهم أنا غندير هدو فالفران هنه غندردر شوية الفورس والعاجين اللي بغا ليه غنهبطوه غنجمع دلعاجين وغنقطعو على قطعات صغار قطعتو قطعات صغار هكا طبعا غدنقرص ونشكل وغنقطع اللي بغا يقطع بتجرارة اللي بغا يقطع با قطع دي البيتزا أنا لقيتهم بتاع الفين قنقطع خير بالموصول موجود قريب حدايا نقطعو ونخليهم حتى ما يرتاحوا واحد عشر دقائق وخمسة عشر دقيقة قدم ارتاحوا قدمام زيان وقدمام ارتاحوا قدماما كيجوا عامرين من الداخل كيجوا خامرين وعمرين إذا قطعناه ونطابرنا فى البلاسة كيتنفخو من الداخل كيجوا وخاوين أما لاخليتنا ارتاحوا كيتنفخوه كبقوا من الداخل عامرين ما كيتنفخو اش غير فالخوا ولكنته يقول 태جوا لديد 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 بزف مقليين حسن من الفران يعني واحد اللدة اللي رائعة ومع اسميته ها ما قطعته كلشي القطعات دياولي وخليتهم غيرتاحوا واحد شوية ها القريسة دياولي تنفخوها ما تحمو عشكل اللي بغيت المقليات دياولي هاكا ما كيجوش عربين الزيت يعني ماشي تقولوا رها ما غيكون فيه زيت بزاف ولا لا فيه مقليين في الزيت ولكن ما كيجوش عامرين زيت مني كيبردو ما كيبقى وكيولي وناش فين المهمة ما كيبقوا يتكالو سخان وكيبقى وحدهم الزيتون الفرماج الكوفيتير العسل انا بنتي كي اجب كوفيتير العسل بزاف كيغم بصوفيه وكي اكلو كيجي ورائعين من بعد وجه وجدولي المعجولات دياولي ها القريسات ها المقليات دياولي ولكن رادت بزاف تيقوني تمنى منكم تجربوهم وتعجبكم هذا وصفة وبسلام عليكم